موسيقى اهلا بكم الى هذا الموعد الاخبار من قناة الجزائر الدولية بداية اعرب وزير خارجية الدنمارك لارس لوكرا سومسون عن اعتذاره واسفه عن الموجة الاجرامية التي استهدفت حرق المصحف الشريف امام سفارات الدول الاسلامية بما في ذلك سفارة الجزائر بكوبنهاجن جاء ذلك خلال مكالمات هاتفية تلقاها وزير الخارجية الجزائرية احمد عطاف من نظيره الدنماركي بيان الخارجية الجزائرية نقل عن الوزير الدنماركي وصفه اعمال تدنيس المصحف الشريف بغير المقبولة وبالممارسات الشنيعة مؤكدا انها تتعارض تماما مع تقاليد الترحيب والانفتاح والتسامح الراسخة في المجتمع الدنماركي كما ابلغ رئيس الدبلوماسية الدنماركية راديره الجزائري بان حكومة بلاده بصدد وضع اللمسات الاخيرة على نص القانون الهادف لوضع حد لهذه الممارسات مضيفا ان النص يعرض على البرلمان حال استئناف دورته في غذون اربعة اسابيع من جانب اخر اكدت الخارجية الجزائرية ان المكالمة الهاتفية شكلت فرصة لتبادل الاراء حول تحضير الدورة العشرين للمؤتمر الوزري بين البلدان الافريقية ودول الشمال البيان ذكر ان الاجتماع سيعقد بالجزائر العاصمة في الفترة الممتدة من السادس عشر الى الثامن عشر من اكتوبر المقبل تحت عنوان تعزيز الحوار على اساس القيم المشتركة اعلنت الحكومة المعينة من المجلس العسكري في النيجر الموافقة على اجراء محادثات مع مجموعة دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا اكواس وذكر رئيس الوزراء المعين من قبل المجلس محمد الامين الزين ان رئيس المجلس العسكري الجنرال عبد الرحمن تياني اعطى الضوء الاخضر لبدء المحادثات مع مجموعة دول اكواس معربا عن تفاؤله ببدء هذه المحادثات خلال الايام القادمة في مسعى لحل الازمة عبر دبلوماسية وتبديد الخيار العسكري المجلس الوطني لحماية الوطن والحكومة الانتقالية يدينان بقوة الحملة المضللة التي تخدم مصلحة شخص واحد وجماعته الهدف من هذه الحملة تقويض الثقة في السلطات الانتقالية وافشال كل مساعي الحل التفاوضي للخروج من الازمة لتبرير تدخل عسكري اوكل رؤساء بعض البلدان الى قوة دولية تنفيذه باسم اكواس اعلن المجلس العسكري في النيجر الاحد عزمه محاكمة الرئيس المعزون محمد بازوم بتهمة الخيانة العظمى وتقويض امن البلاد وذكر المتحدث باسم المجلس اماد عبد الرحمن في بيان تلاه عبر التلفزيون الوطني ان المجلس جمع اذلة الاثبات الضرورية لمحاكمة الرئيس المحتجز محمد بازوم بتهمتي الخيانة العظمى والمس بامن النيجر حكومة النيجر جمعت لغاية اليوم الادلة اللازمة لمحاكمة الرئيس المخلوع وشركائه المحليين والاجانب امام السلطات الوطنية والدولية المختصة بتهمة الخيانة العظمى وتقويض الامن الداخلي والخارجي للنيجر خلال تعاملاته مع رؤساء دول اجنبية ومسؤولي تنظيمات دولية وفي تصريحات لاحقة اكد الوزير الاول المعين من المجلس العسكري في النيجر محمد الامين الزين قدرة بلاده على تجاوز العقوبات المفروضة ضد بلاده من قبل اكواس الزين وفي تصريحات ادلى بها لشبكة دوتشافلي الالمانية الاثنين تأسفا دما اسماه تجاوز المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا دورها في تحقيق التضامن الاقتصادي لدولها الى الدور السياسي والعسكري هذه المنظمة التي تسمى المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا يمكنها العمل على معالجة المسائل الاقتصادية البحتة اولا نعم اولا لان المبدأ الاساسي للتضامن هو العمل على جعل جميع الدول التي قبلت الانخراط في هذا التكتل قادرة على تهيئة ظروف خلق الثروة وضمان استفادة كل بلد من هذا التضامن اذا لحظنا ان المبدأ السياسي والعسكري قد يأخذ زمام المبادرة بدلا من هذا التضامن الاقتصادي فلا يسعنا الا ان نأسف لذلك نعتقد ان التحدي المفروض علينا حتى ولو كان غير منصف فلا بد اننا قادرون على تجاوزه وسنتجاوزه ان شاء الله مرة اخرى نؤكد اننا نودوا بسرعة كبيرة ايجاد حل حتى يستعيد بلدنا الحياة الطبيعية اعلن الاتحاد الافريقي عن عقد اجتماع الاثنين لتقييم الوضع في النيجر وبحث حل لتسوية الازمة في البلاد وذكر التكتل القريف منشور له عبر منصة اكس ان مجلس الامن والسلم يجتمع لمعرفة اخر تطورات الوضع في النيجر والجهود الرامية للتعامل مع الازمة في البلاد اعلن الجيش في مال السيطرة على قاعدة عسكرية شمالية البلاد الاحد بعدما اخلتها بعثة الامم المتحدة من اسمة الجيش وفي بيان له اوضح ان قواته استولت على معسكر بير اثرى اشتباكات مع جماعات وصفها بالارهابية ما اسفر عن سقوط ستة قتلى واربعة جرحة في صفوف العسكريين دون ان يوضح الجيش في بيانه هوية الجماعات المسلحة التي اشتبكت مع قواته اكد رئيس المجلس الاعلى للدولة الليبي محمد تكالى على اهمية التعاون مع الاحزاب في العملية السياسية وتعزيز التوافق بين الاطراف والمضي قدما نحو تحقيق الاستحقاق الانتخابي وتلبية تطلعات الليبيين في بناء دولتهم جاء ذلك لدى استقبال رئيس المجلس الاعلى للدولة الاحد رئيس حزب العدالة والبناء عماد البناني في مقر المجلس بالعاصمة الليبية طرابلس حيث ابدا البناني تطلعه الى التعاون مع المجلس بما يخدم مصلحة البلاد حسب بيان للمجلس نشر عبر صفحته الرسمية فيسبوك قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبدالفتاح البرهان الاثنين ان بلاده تواجه اكبر مؤامرة في تاريخها الحديث مؤامرة تستهدف كيانة وهوية وتراث ومصير الشعب السوداني وشدد البرهان في كلمة بمناسبة حلول العيد التاسع والستين للجيش السوداني بثها التلفزيون الرسمي على انه يريد جيشا واحدا خاليا من اي تشوهات واعدنا سودانيين بالاحتفال قريبا جدا بالنصر على التمرد الغاشم وفق تعبيره نستقبل في هذا اليوم ذكرى سودانة قيادة قواتكم المسلحة وبلادنا تواجه اكبر مؤامرة في تاريخها الحديث تستهدف كيان وهوية وتراث مصير شعبنا الذي ظل منذ الخامس عشر من ابريل الماضي يواجه بالصبر وايمان ابشع فصول الارهاب نواهدكم جميعا ايها الشرفاء ان نحتفل قريبا جدا وبعون الله وتوفيقه بالنصر المؤذر على هذا التمرد الغاشم وعلى ان نحافظ على هذا البلد وشعبه وان نجنبه مستقبلا مغامرات كل متهور ومغامر وان نبدأ ونواصل معا مسيرة البناء وعادة تأهيل ما دمرته هذه الحرب اثنى رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية على اعلان الحكومة الاسترالية اعتبار الاراضي الفلسطينية محتلة بما فيها القدس الشرقية والمستوطنات الاسرائيلية غير قانونية حسب القانون الدولي واكد اشتية في كلمة القاها في مستهل جلسة الحكومة الفلسطينية في مدينة رمالا الاثنين ان هذا التطور المهم في الموقف الاسترالي منسجم مع القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة معربا عن تطلعه الى اعتراف استراليا بدولة فلسطين بسم الاراضي مجلس وزراء على اعلان الحكومة الاسترالية اعتبار ان الاراضي الفلسطينية محتلة بما فيها القدس الشرقية واعتبار المستوطنات الاسرائيلية غير قانونية حسب القانون الدولي ان هذا التطور المهم في الموقف الاسترالي منسجم مع القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة ونتطلع الى اعتراف استراليا بدولة فلسطين اعلن وزير الداخلية اللبناني بسام المولوي الاثنين رفع حالة الجاهزية الامنية في عموم البلاد بعد احداث عنف متفرقة شهدها لبنان في الاوينة الاخيرة المولوي وفي مؤتمر صحفي عقده بعد ترأسه اجتماع مجلس الامن المركزي في بيروت قال ان الاجراء يشمل تشديد ترتيبات الامن كزيادة نقاط التفتيج المفاجئة في الطرق وتكثيف الدوريات الامنية كاشفا عن فتح تحقيق في الاحداث التي شغلت الرأي العام خلال الاسبوعين الاخيرين من اكد قدام المواطنين وكل المواطنين معنا انه ما في شيء بيعلى فوق القانون المسار القضائي هو المسار السليم دور القوى الامنية كمكان ضروري وامين ومأمون لتطبيق القانون وللسير نحو المواطنين الى مكان افضل اعلن وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان عن تأديته زيارة الى السعودية في الايام القادمة دون تحديد موعد زيارة الرئيس الايراني ابراهيم رئيس الى الرياض عبداللهيان وخلال مؤتمر صحفي عقده في طهران الاثنين اعرب عن استعداد بلاده لمساعدة السعودية في مجال مكافحة الارهاب واكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية ناصر كنعاني من جهته ان زيارة الرئيس الايراني ابراهيم رئيس للسعودية سيخطط لها في وقت المناسب في اطار ما اسماه الارادة السياسية للبلدين زيارة الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي للمملكة العربية السعودية سيجرى التخطيط لها في الوقت المناسب في إطار الإرادة السياسية للبلدين العلاقات بين السعودية وإيران في تقدم زيارة وزير الخارجي الإيراني أمير عبداللهيان إلى المملكة العربية السعودية ستجرى قريبا إعادة الافتتاح الرسمية يجب أن تعلن من قبل الحكومة السعودية السفارة والقنصلية بدأتها العمل رسميا في إطار اتفاق تم التوصل إليها بين الجانبين وبناء على مذكرة رسمية من الجانب السعودي فيما يتعلق بالافتتاح الرسمي فإن المسؤولية تقع على عاتق الجانب السعودي أيضا وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان جدد التزام تهران بحل الخلاف النووي مع القوى العالمية عبر القنوات الدبلوماسية نريد دائما عودة جميع الأطراف إلى الامتثال الكامل لاتفاق عام 2015 النووي الجهاز الدبلوماسي للحكومة الإيرانية يعمل على إلغاء العقوبات الوحادية للولايات المتحدة من دون الانحراف عن مصاري التفاوض إن رسالتنا لدول المنطقة ليست سوى السلام والصداقة ونحن ندافع عن أمن الجميع ولا يوجد طرف أكثر اهتماما من إيران بتوفير الأمن للمنطقة في إيران دائما أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني هجوما على ضريح شعي في مدينة شراز جنوب إيران الأحد وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني خلال مؤتمر صحفي إن تنظيم داعش الإرهابي الذي ارتكب جميع أنواع الجرائم الشنيعة من أسباب عدم الأمن بمنطقة غرب آسيا خلال السنوات الأخيرة ولولا دعم بعض الحكومات لتلك الجماعة لما حدثت هذه الوقائع مشيرا إلى القبض على الإرهابي المسؤول عن هذه الجريمة في اللحظات الأولى بفضل جهود الأجهزة الأمنية على حد قوله هؤلاء الإرهابيون يحاولون الانتقام من الشعب والمواطنين الإيرانيين بسبب الضربات الشديدة التي ألحقتها الجمهورية الإسلامية وقوات الأمن الإيرانية شجاعة بخط الإرهاب الشرير في السنوات الماضية لسوء الحظ تستخدم بعض القوى العالمية هذه الجماعات الإرهابية كوسيلة لكسب النفوذ والوجود في المنطقة وإجراء تغييرات سياسية وأمنية هنا اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعزيز التعاون العسكري بين مختلف الدول خدمة لعالم متعدد الأقطاب بوتين خلال كلمة ألقاها في افتتاح المنتدى العسكرية التقني أرمية 2023 المنعقد قرب العاصمة موسكو عبر عن ثقته في تعزيز المنتدى مستوى الشراكة العسكرية والتقنية لصالح الأمن والاستقرار في عالم متعدد الأقطاب وصلنا إلى ختام النشرة في أمان الله اشتركوا في القناة